العيش بتاع المخابز بقى سعاره غالي جداً بدلاً من ننزل نعمله بقى في المغبس تحت وندفع فيه فلوس كتير وبقى حجمه كمان صغير جداً تعالوا بقى نعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش هياخد معنا وقت خالص وحنوفر كتير وكمان هيطلع بنفس النتيجة بتاع العيش بتاع المخابز هنحضر ثلاث كبات كبار من الدقيق وهنحط عليهم نصف معلقة صغيرة من السكر ومعلقة خميرة ورشة ملح صغيرة هنحط عليهم كباية كبيرة من المية وحنعجنهم طبعاً هيحتاجوا مية هنضيف لهم المية بالتدريج ما تزاوديش المية من الأول علشان ممكن العجينة ما تحتاجش مية كتير أنا هنا كنت زاودت حوالي معلقتين بس من المية وسبتهم يتعجنوا كويس جداً وخليت العجينة تكون لينة حضرت البولة وحطيت فيها شوية دقيق وشايفين العجينة كانت طرية وبتلزق في إيدي هغلفها كويس بالدقيق علشان لما تخمر ما تلزقش في الغطاء اللي أنا هغطيها بيه هتخمر حوالي ساعة وبعد كده هبتدي بقى أن أنا أشتغل فيها شايفين العجينة بتاعتي ما شاء الله عيد جداً هبتدي بقى أنزل كل الهواء اللي جواها وعجينها تاني وحطها كده بقى وابتدي أقطعها شايفين ثلاث كبات دقيق بس هيطلع لي ما شاء الله خمس أرغفة من العيش اللي هو المحشي حشي أي حشوة أنت عايزها هقطعهم بقى كده على عشر كور صغيرين وهبتدي أن أنا أقفلهم كويس جداً بما أن العجينة بتاعتنا كانت لينة فلازم نغلفها كويس جداً بالديق ونوعية العجينة دي مش بتضغطة ولا بفوتة ولا بكيسة ولا أي حاجة ديق العجينة اللي هي بتاعت المخابز اللي بتتعمل في الأفرام برا هما مش بيغطوها هما بيغلفوها كويس بالديق فهي ولا بتنشف ولا بتشاء منك وانت بتعمليها ولا أي حاجة وجربي الطريقة وان شاء الله هتكون سهلة جداً خلاص كورت كل كور العجين وهغلفهم كويس جداً بالديق وحاسبهم يرتاحوا تاني نص ساعة وبعد كده أرجع أفردهم وأنا بفردهم لازم أحط دقيق كويس جداً على الجنبين بتوع العيش وابتدي بقى أفردهم وأرفعهم خالص وأهم حاجة تهتمي بالحروف علشان ما تكونش تخينة وتبقى نشفة معيك في الآخر هكرر الموضوع دوت لحد ما فرد كل الكورات اللي أنا عملتها أنا عملت عشر كور من العيش هيطلعوا معي عشر أرغفة العشر أرغفة دون هيعملوني خمس أرغفة يكونوا محشيين وزي ما قلت لك الطريقة سهلة وبسيطة بدل ما ندفع فلوس كتير هنوفر ثلاث كبات دقيق حيعملوا يعني أقل من عشر جنيه خلاص حبتدي بقى أن أنا أفرد العيش بالشكل ده بيتفرد معي بسهولة علشان أنا ريحته كويس جدا والعجينة كانت سهلة واقتصادية ما أخدتش مني غير دقيق ومية وشوية سكر وشوية ملح وحبسوا غيرين من الخميرة علشان بقى ما نبهدلش الدنيا حاجيب العيش كده هحطه فوق بعض وهحط ما بين كل طبقة وطبقة شوية من الدقيق ومش حيلزقوا ببعض ولا أي حاجة وان شاء الله لما هتجربي الطريقة هتنجح معيكي خلاص حبتدي بقى ألم كل الدقيق الزيادة وحطيت العيش بتاعي في الصوج الكبير وحبتدي أحشي أنا هنا هستخدم بسترمة وجبنة وزتون وطماطم وفلفل أنت بقى حابة تحشي لحمة مفرومة حابة تحشي سجوء أي حاجة الحشوة دي ترجع لكي أنت أنا بس هنا بديك الفكرة وانت بقى ليك حرية الاختيار في الحشوة ونوعي بقى على حسب ظروفك وعلى حسب إمكانياتك وعلى الحاجة اللي أنت بتحب بها حطيت الأول البسترمة والطماطم والفلفل وبعد كده هحط الزتون وحقفل آخر حاجة بالجبنة ناستخدم جبنة رومي جبنة مداريلا أي نوع جبنة متاحة عندي حابة زودي دي حابة ملح وفلفل برحتك برضو بس أنا مش هزود ملح علشان هو كده كان تمام حبتدي بقى أجيب العيش اللي أنا كنت حطى فوق بعض وهقفله لازم تقفليه كويس جدا شايفين طريقة التقفيل الطريقة دي حلوة ما بتخليش العيش يفتح مني تاني لما بيجي يستوي في الفرن وحضغط كده عليه علشان ياخد الشكل الدقاري المزبوط كان طريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة وعايز أقول لكم إن النتيجة الريحة والطعم زي اللي هو بيتعمل في المخابس بره بالزبط تمام هنقفل كويس جدا بقى كده بقى دينا ونرجع تاني نضغط على الحروف علشان العيش بتاعنا ما يتحرقش في الفرن يعني نستخدم بخاخي إما نبلق دينا بشوية مية ونمسح كده وش العيش بتاعنا علشان ياخد اللون اللي هو الدهبي ويحمر معنا في الفرن بسرعة نسخن بقى الفرن بتاعنا على أعلى درجة حرارة ونفتح الشوية على الأقل درجة عندك يعني حاجة تكون هادية جدا بياخد حوالي عشر دقايق ربع ساعة بيطلع معينا بالشكل ده هتلاقيه نشف شوية هتحطيه في أي علبة بلاستيك وتغطيه بغطاء أو بكيسة لمدة عشر دقايق بيرجع يطرة تاني وبيكون حلو جدا شايفين بقى ما شاء الله وانا بقطعه كان طري جدا والعجينة مش تخينة ولا أي حاجة هنقدم العيش بتاعنا مع شوية مخلل بقى كده بيكون طعمه حلو جدا بتمنى طبعا تجربوا الطريقة وعايز أقولك إن انت لو عملت كمية كبيرة وشلتها معيك في الفريزر وطلعتيها في أي وقت تكوني فيه مستعجلة أو مش عارفة تحضري أكل هتكون حلو جدا هتطلعيها من الفريزر على التسخين على طول جربوا الطريقة وربنا يحسن ما بين إيديكم وبألف هنا على كل اللي هيجربهم والسلام عليكم